إن شاء الله نتكلم كمان مع كابتن أودان السيد لما شرفني بعد الأخبار عن هذا النجم اللي بنتظره مستقبل باهر إن شاء الله مع النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيز بيتكلم عن مواجهة المقاولين في سباق الدوري بعد مواجهة طنطة كابتن سيد عبد الحفيز يعني اختصاراً للكلام قال إن احنا بنقفل خلاص مباراة طنطة بنقفل كمان النتيجة الكبيرة لحقها النادي الأهلي خمس أهداف ونقفل كل الكلام عن هذه المباراة ونستعد بشكل كبير جداً لمباراة المقاولين العرب من مباراة مهمة جداً جداً خاصة مع النجم الكبير عماد النحاسي اللي محقق نتائج ولا أروع مع نادي المقاولين حطه في مكانة طليق بنادي المقاولين عشان كده المباراة تكون كبيرة وتكون يعني مستهلة على الفرقتين لكن كابتن سيد عبد الحفيز أكد وقال إن نادي الأهلي دايماً قدامه خيار واحد بس هو خيار المكسب وخيار السلاس نقاط وده طموح النادي الأهلي الدائم وطموح جماهيرو أهل كمان إن مباراة المقاولين هتكون بروفا قوية جداً استعداداً لمباراة النجم السحلي اللي يعني ما تكلمش فيها دلوقتي قال خلينا نتكلم عن مباراة المقاولين لكن هتكون مباراة مهمة وبروفا مهمة جداً ومباراة قوية استعداداً لمباراة النجم السحلي ألهمة جداً 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 نحط جداً دي تحتها مليون شرطة بس كلنا بنراهن على رجالة النادل الآلي كلنا بنراهن على جهاز النادل الآلي كلنا بنراهن على جميعين النادل الآلي إن شاء الله يكونوا عنده حسن ظننا جميعا الجهاز الفني الخبر اللي دايما بنتكلم معايا مع حضراتكم الخبر اللي دايما الجهاز الفني بيقضد فيلر بيكرره على أزهالنا الجهاز الفني بيشاهد مبارات المقاولون اعتدنا إن احنا بنسمع هذا الخبر جهاز الفني بيشاهد مبارات اللي احنا هنلعبها ده طبعا زيارة صحية جدا واتكلمنا فيها كتير جدا جدا بيشوف الفريق بيشوف مبارياته بتركيز قوي بقى بيوري لعيبها نقاط القوة نقاط الضعف هنتكلم من ناجي من فين هندفع من فين يعني حاجات كتير جدا بيشوفها فيلر مع اللاعبين وكمان هو بيشوف النقاط اللي يركز عليها كمدير فني